بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء هنحكي عن أدوات الكتابة في برنامج الفوتوشوب أداة الكتابة موجودة عندي في شريط الأدوات رمز الأيقونة حرف T اختصارها من لوحة المفاتيح حرف T نختار الأيقونة من شريط الأدوات ومجرد اختيار الأيقونة بلاحظ أنه مغشر الماوس اتغير إلى مربع منقط وفي داخله سهم صغير وشريط الخصائص الخاص بأداة الكتابة اتفعل ومجرد أضغط ضغطة واحدة بزر فارل الأيسر بلاحظ أنه عن شأن لاير جديدة خاصة بالكتابة وبلاحظ في المنطقة هاي في عندي نقطة صغيرة نقطة سودة هاي مؤشر لبداية الكتابة نبدأ نكتب بسم الله الرحمن الرحيم بمجرد أنه أحرك الماوس بعيد على الكتابة بلاحظ أنه تغير شكل المؤشر الماوس إلى أداة المفتول نضغط بزر فارل الأيسر نبدأ نحرك النص في المنطقة هاي بلاحظ أنه حروف النص مفرقة هاي المشكلة عندي ولحل هاي المشكلة ضغطة بزر فارل الأيسر برا نحكيله Edit Preferences Type ختيב نقطةены لغطة هاي المستعالية we outta tab Amic فبدا أختاestones إختلف Choose Textpretation Options هاروح أحول من East Asian إلى Middle Eastern And South Asian نضغطhas لغطة هاي وبنحكيلهрипت نبدأ نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. باللاحظ انه مشكلة الحروف المباثرة والمفاصلة انحلت. خلينا الان نشوف الخصائص المتعلقة باداة الكتابة. اول خاصية عندي الخاصية هاي الى علاقة بالاريونتيشن اتجاه النص. باللاحظ انا عندي اتجاه النص هنا بشكل افقي. اذا ضغطت على الايقونة هاي بلاحظ انه تحول النص من افقي الى رأسي. نضغط كمان ضغطة. بلاحظ انه النص تحول من عمودي من رأسي الى افقي. يبقى هاي الايقونة وظفتها تغيير اتجاه النص من افقي الى عمودي ومن عمودي الى افقي. في المنطقة هاي عندي لجموعة خطوط للنص. فعلى اساس انه اقدر اغير خصائص النص لابد انه احدد النص بامكاني. ضبل كليك بحدد لي الكلمة واحدة. ثلاثة كليك بحدد لي النص بالكامل. او بقفانة وبحكيه الى كنترول ايه. في المنطقة هاي بنقدر نغير. لاحظ تغيرات النص. في انواع نصوص بتزبط معي وانواع لا. خلينا نشوف نمط من الانماط الموجودة. بالشكل هذا. اخترنا نوع نص. تغيرنا النوع. هل جيت انا عندي نصوص موجودة عندي في المنطقة هاي. وعايز انه اضيف نص اخر. غير الموجودة في القائمة. في عندي موقع عديدة. بتدعم هذا الكلام. عندي موقع مثلا الف واحد فري فونتس. عندي الف واحد فونتس. عندي دي اي فونت. وحتى لو رحت على جوجل وكتبت مجموعة خطوط او خطوط عربية هيعطيني مجموعة من الخطوط. على سبيل المثال انا رح فتحت الموقع هذا. اللي هو الف واحد فري فونتس. وبننا نختار نوع من انواع الخطوط اللي بتعجبني. فعلى سبيل المثال نختار نوع من انواع هاي. نحكي له مثلا الخط هذا انا عجبني. بلو بيري. فاول شيء بتحكي له داونلود. بدأ الخط يتحمل على الجهاز. اكتمل التحميل الان. نضغط بزر فرق الايصر. فتح معي المجلد. بروح على الملف اللي امتداده تي تي اف. فبضغط عليه. فبحكي له انا تثبيت. الان تم التثبيت على الجهاز. نرجع على برنامج الفوتوشوب. هلقيت الان انا نختار اداة نضغط ضغطة. بامكانه نكتب مثلا. نص انجليزي. بلستايل. نحدد النص كونترول اي. خلينا نشوف النص اللي انا اخترته. اللي هو كان بلو. بلو بيري. ريجولر. فتم التعديل. بالشكل هذا. طب. الان لو انا عندي مجموعة خطوط بدي انزله مع بعض. هل بدي اروح انا على الموقع هذا واحمل كل واحد لوحده. اروح على المجلد اللي بيحتوي مجموعة الخطوط اللي بنزلها. على سبيل المثال انا عندي مجموعة من الخطوط هاي. بامكاني اثبتها مرة واحدة. بحدد الخطوط كلها. كونترول اي. تم تحديد جميع الخطوط. نقلق يمين. بحكي له تثبيت. يتم الان تثبيت هاي الخطوط. مثلا عندي قلت سبعة وكمسين خط. فقاعد بيثبت لي اياهم على الجهاز. تم التحميل الان. نجدهم الان موجودين في قائمة مين? تيكستايب. نرجع لبسم الله الرحمن الرحيم في المنطقة هاي. ازا كان نوع الخط يحتوي على اكثر من وزن. هنلاقي الانماط المولودة للوزن هذا. مثل ايريال نارو ايريال بلاك ايريال بولت ايتليك. القائمة اللي جانبها في عندي تي سمول وتي كبيرة. هادي الى علاقة بحجم النص. بلاحظ بيبدأ عندي ستة تمانية تسعة عشرة فبختار الرقم اللي انا عايز. لو ما بدي اي رقم من هدولة لو بدي رقم مثلا يكون فردي. على سبيل المثال ان نقول مثلا بدل اتنين وسبعين مثلا بدي خمسة وسبعين. فانا بامكاني بأضع الضبلك لك هنا وبكتب خمسة وسبعين بولت. فبالتالي الرقم اللي مش موجود عندي بقدر اكتبه كتابه. طريقة اخرى للتكبير والتصغير انه انا بامكاني اجهانا بحرك لليمين. بتم التكبير لاحظ اتنين وتسعين. لليسار اربعة وسبعين. طريقة اخرى. وانا واقف هنا بضغط كنترول. لو اجيت في المنطقة هاي. بقدر اسحب هان. بلاحظ انه حجم الخط كبر. هان تي كنترول. بقدر اغير وزغر بالاسم. انا لقيت ضغط على كنترول. وبحرك بالاسم بالماوس. فبلاحظ انه انا بقدر اكبر واصغر في المنطقة هاي. في عندي في المنطقة هاي. هذا مركز. اللاير. في المنطقة هاي. بقدر اعمل روتايت. للمركز. ولو غيرت المركز في المنطقة هاي. في المنطقة هاي هان. مثلا. بقدر اعمل روتايت للمركز اللي غيرتو. الرجع المركز. في المنطقة اللي كان فيها. شفنا عملية التكبير باكتر من طريقة. لو حددنا النص برضو. في عندي في المنطقة هاي. شكل حدود النص. هل هو شار. لاحظ كيف التغير. كريس. سترونج. سموث. هاي انواع لا حدود النص. الان انا عندي النقطة هاي. كانت نقطة البداية لكتابة النص. لو انا حكيت له توسيط. فبلاحظ انه نص النص على يمينها. ونص الآخر على يسارها. لو حكيت يمين. فلاحظ انه النقطة هاي على يمين النص. لو حكيت له يسار. فلاحظ انه النقطة على يسار النص. هاي العلاقة بالمحاداة. يمين. النقطة على يمين النص. يسار. النقطة على يسار النص. سنتر. النقطة في مركز النص. في المنطقة هاي. العلاقة بلون الخط. لابد انه احدد النص. نلغط في المنطقة هاي. هل قد نبدأ نغير لون النص بالشكل الابدنية. بنحكي له اوكي. في المنطقة هاي العلاقة بالراب تيكست. اول شي انا. لو انا بدي نص بشكل ارق. لاحظ التغير كيف صار عندي. الاخر. ارق ابر. تبقى انماط. في عندي انا موجود الفلاق بشكل علام. فش سمكة. فش اي عين السمكة. او موجود اكثر من راب تيكست موجود عندي. خلينا نحكي له الفلاق مثلا. في المنطقة هاي الفلاق ممكن يكون هوريزنتل بشكل افقي. او بشكل بشكل عمودي. شوفوا التغير. خليه هوريزنتل. في عندي حاجة اسمها بنت. شوف التغير ايش بسير لو انا اتحكمت او غيرت. بالشكل هاي هذا. بلاحظ التغير. في عندي هوريزنتل دستروشن. لاحظ كيف التغير هيسير. بالشكل هذا. وعندي في المنطقة هاي في عندي بشكل فوقي. لاحظ التشويه لنص كيف بسير. لو ما بدي اعمل اي تحديد فانا نحكي له نن. نحكي له اوكي. هل جيت انا بعد ما اخلص كتبت بسم الله الرحمن الرحيم. في عندي زرين للانتر. زر الانتر اللي عند الحروف. وزر الانتر اللي عند الارقاط. اذا ضغطت انا على زر الانتر اللي عند الحروف. فبالتالي ببدالي سطر جديد. بقدر اكتب. ايش تاني? الحمدو لله رب العالمين. لو ضغطت الانتر الجنب الارقام بنهيلي مكان الكتابة. يعني بحكي لي انه خلص النص انتهى. يعني حكيت له في المنطقة هاي صح. خلينا نحدد النص. كنترل ايه. في المنطقة هاي نشوف شفيه عندي خصائص. في عندي 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 نوع الخط شفناه في المنطقة هاي. شوفناها برضو في المنطقة هاي ازا كان عندي انماط واوزان للنوع الخط هدا. عندي وتيك في المنطقة هاي شوفناها اللي هي الى علاقة بتكبير وتصغير حجم الخط. في المنطقة هاي ايه ايه لفوق وتحت. لو انا طلعت لفوق. لاحظ ايش بتصير التغير? بزيد الرقم. اللي هو ايش بيسوي? بزيد التباعد بين الاسطر. خلينا نكتب رقم من عنا. بدل مية وتقل الاربعين تقليلا نحط مثلا مية وستين. بلاحظ انه صار تباعد بين الاسطر. نقلل. نخليها مثلا خمسين. نلاحظ انه النص نجرب على بعضه. خلينا نزود. في المنطقة هاي بيعمللي تقنين للاحرف. set the kernel between two characters. بين حرفين. في عندي ميتريكس. في عندي انا. لاحظ تغير بين الحرف الثاني. نرجع الى ميتريكس. بامكاني اتحكم هنا. ازيد رقم. اقل الرقم. او اقليها زيره. الفي ايه يساهم هذا. اذا كان انا بكتب نص باللغة العربية. بعمل تباعد بين الكلمات. لاحظ الفرق. تباعد بين الكلمات. كل ما قل الرقم بتقرأ بالمسافة لبعض. وكل ما بزيد الرقم بتبعد المسافة. طيب. اذا كان نص عندي في المنطقة هاي. نص انجليزي. في المنطقة هي بيعمل تباعد ما بين characters. الحروف. تباعد وتقارب. ما بين الحروف. نحدد النص هادا. بيعمل تكبير وتصغير بشكل عمودي. يعني بدل مية في المية مثلا ممكن اخليه متين في المية. كبر لي النص بشكل عمودي. فمسين في المية. قلل لي الراجع الى مية في المية. التي والساهم لليسار اليمين. بعمل بشكل هوريزنتلي. لاحظ معي على تغير. انا عندي مية في المية. خلينا نحكي له مثلا متين في المية. كيف عمل سكيل للنص. نخليه خمسين في المية. صغر النص بشكل انفقي. الراجع الى مية في المية. لاحظ معي انا ما كنت اعمل له سكيل بشكل عمودي. وشكل هوريزنتلي. حجم النص ما تغيرش. بس اعمل سكيل تكبير وتصغير للنص. في المنطقة هاي. في عندي انا لاحظ معي. النقطة هاي وين موجودة. النقطة السوداء. النقطة بداية الكتابة. نحدد النص. بامكاني ازود كمان. بحكي له مثلا مية. لاحظ ان النص بعل عن النقطة هاي مية. نحدد النص. وبامكاني احكي له زيرو بوين. انت. لاحظ على نفس المستوى. لو حددنا النص. الايقونة هاي بحكي له انه انا بعمل فوكس بولت. اعمل خط غامق. تغير كيف في النص بيصير. هاي. الايقونة بحكي لي مائل. اي تلك. هاي. الايقونة بحكي لي انه كل الحروف تكون كابتال لطر. الايقونة هاي. بحكي لي اياها كل الحروف تكون كابتال لكن بحجم صغير. لو بدي اكتب مثلا اتنين اوس خمسة. هاي اتنين خمسة. المفترض انه الخمسة تكون في المنطقة فوق بالحدد الخمسة. فبحكي له بدي اياها سوبر سكرايب. فبطلع اتنين اوس خمسة. كأني بحكي له اكس تربية بسين تربية. بدي احطها في المنطقة هاي. طيب المنطقة هاي. لو انا بدي ااجي اكتب رمز المية. هاسبه المثال. اللي هو اتش تو او. المفترض الاتنين تكون تحت. فانا بدي احكي له في المنطقة هاي. سبسكرايب. ضغطة فبلاحظ انه الاتنين تحت. او بدي ااجي احكي له مثلا سي او ثاني اكسيدي الكربون. نرجع لخصية في المنطقة هاي. في عندي انا اندرلاين. بدي النص يكون اسفل وخط. ما بدي خط اسفله. بدي انه يتوسط خط. الان لو بدي اجي اكتب مثلا رقم. في المنطقة هاي. زير و واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. الارقام هاي اللي كتبناها. انا بدي ايش ايكون بالنمط العربي. الارقام هاي لو بدي احول لغتها. انا كيف ممكن احول اللغة. في اوبشن عندي هنا ميت ظاهرة. فانا اممكن اروح على طايب. نحكي له لانجويك اوبشنز. وحكي له بدي الميدل استرين فيتشارز. فبلاحظ اتفعلت مجموعة من الخواص. الان انا بده اغير نوع الخط. اول شي على اساس يتغير معي نوع الخط. من عربي لا هندي. لابد انه اشوف خط يتلائم مع الكلام هذا. يعني مثلا انا على الخط ايريال. انا عندي الهندي بالشكل هذا. العربي بالشكل هذا. شوفنا كيف انغير شكل الرقم من عربي لهندي. وفي عندي هنا فارسي. الرجع لاربيك. في المنطقة في عندي باراقراف. هذي الى علاقة في المنطقة هاي. كنترل ايه. ممكن نجي نعمل محاداة. اليسار. الوسط. اليمين. ايضا بامكاني انه انا بادية التكست بدل ما اضغط ضغطة واحدة. بضغط ضغطة وبسحب بالماوس انه انا اكتب في مكان معين في المنطقة هاي. ببدا اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بلاحظة انه كتب لي بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت النص مش ظاهر. لا هو مخفي تحت لو انا سحبت في المنطقة هاي. بلاحظ انه النص ظهر معي. بامكاني نحدد النص كنترل ايه. ونعمل محاداة للنص. بالشكل هذا. ممكن نصغر حجم النص شوية. نحط في المنطقة هاي في الوسط مثلا. شفنا كيف انا اكتب في منطقة زي هاي. وبامكاني ايضا انه اكتب على مصار. نختار اداة البنتول. نضغط ضغطة بزر فارع ايصر هنا نعمل ادراك. نيجي في المنطقة هاي نعمل ادراك. بالشكل هذا المصار. الان نختار اداة التكستول. نلاحظ شكل مؤشر الماوس. بمجرد ما اقربه على المصار. بلاحظ انه شكل الماوس اتغير. نضغط ضغط بزر الفارع الايصر. الان انا جاهز لعملية الكتاب. نكتب باسم الله الرحمن الرحيم. بلاحظ ظاهر معي فقط باسم الله الرحمن الرحيم. موجودة لكن مخفية. هلقيت على اساس اظهراء. ايضا موجود عندي هنا دائرة في داخلها زائد. في عندي مربع. وفي عندي هنا اكس. على اساس اظهر النص. وازبط النص. عندي ممكن نضغط على زر كنترول. نيجي على الاكسانة. نسحب. بلاحظ انه بسم الله الرحمن الرحيم ظهرت عندي على المصار. وبامكاني ازا كان النص بد اقرب ولا تحت. نضغط كنترول. وعندي على المربع هذا الصغير. نقدر نعمل ميرور للشكل. لاحظ كيف عملنا ميرور. بسم الله الرحمن الرحيم كانت صارت لا تحت. وممكن نضغط كنترول. ونعمل ميرور لبيرتكلي. هذا بقدر اعمل ميرور بشكل بيرتكلي. ايضا بامكاني الكتابة على حدود شكل. حسب المثال انا عندي البستول. اداة عندي دائرة. الشكل هذا. نخلي الفيل لون. نوفيل. نقلر. للسرط. نخلي لون اسود. الان بامكاني بروح على ذات التكستول. مجرد اختراع ذات التكست. لاحظ مؤشر الماوس. اجي اقرب للدائرة من الخارج. مجرد تغير شكل الماوس. ببدأ اكتب باسم الله. بلاحظ انه النص يتلائم مع شكل الدائرة من الخارج. في المناطق هاي. انه اجي اكتب على حدود الدائرة او حدود شكل. يفضل انه اكتب نص باللغة الانجليزية. لانه النص باللغة الانجليزية عبارة عن حروف مباثرة. فبعطيني شكل اغطى. نعمل دابلي كيت لاير. ناخد دائرة ثانية. الان ايضا بامكاني انه اكتب داخل حدود الشكل او الدائرة. نختار اداة التكست. نيجي. لاحظ مؤشر الماوس. بتغير مؤشر الماوس. من مربع الى دائرة. نضغط ضغطة. فبجو اقدر استطيع انه اكتب فمكتب لي هنا داخل حدود الدائرة. ايضا بامكاني الكتابة داخل مصار. نختار اداة البنتول. نضغط في المنطقة هاي. انا قاعد بعمل مصار. اغلقت المصار. بنيجي لأداة التكستول. الان بقدر اكتب داخل المصار. كأنه زي الشكل. زي ما كتبنا قبل شوية في الشكل. انتر. في عندي كمان في المنطقة هاي. اللي هو الهوريزنتل طايب طول وهنا الهوريزنتل اللي احنا شفناه الهوريزنتل انه انا بضعط هيك. وبكتب النص اللي انا بدي اياه. بشكل. بعض الاوقات بكون انا عندي صورة عندي بوستر عندي مجلة. فيها خط عجبني وانا عاوز استخدم الخط او اعرف ايش نوع الخط هذا عشان استخدمه. فاول شيء بروع على اداة سيليك تول. على سبيل المثال انا اخترت اداة الريكتانجولار ماركو تول. نعمل تحديد للنص. بعد هيك تبرو على طايب. في حاجة اسمه ماتش فوند. يضغط عليها ضغطة. هو هالجيت قاعد بيبحث على الانترنت بيعمل ماتشنج للنص اللي انا حددته. فبقولي هاي انواع اللي تكون قريبة للنص هذا. ولاحظ انه ناشنل جيوغرافيك مكتوبة مجموعة سيميلار فوندس. فوندس مشابه للنمط هذا. فانا بختار الخط هذا اللي بدي اياه وبروح ازله من انترنت وبضيفه عندي. اوكي. يعطيكوا العافية. ونرجموا للمولا عز وجل ان تكون استفدتوا من هذا اللقاء.